تحية رياضية طيبة أيها الأخوة المتابعين أيها الأحبة من يتابعني في هذه اللحظات سأحاول قدر الإمكان أختصر في هذه الدقائق المعدودة لنضعكم في الصورة منتخبنا الوطني للشباب سيأخذ مساء اليوم الأحد مباراة مهمة هي الأخيرة طبعا والختامية في بطولة كأس العرب للشباب بلا شك سيغادر كل المنتخبين سواء المنتخب اليمني للشباب وحتى المنتخب الأزبكي أيضا للشباب أزبكستان طبعا كل المنتخبين سيغادر البطولة بعد أن خسر من المنتخب التونسي وأيضا المنتخب السعودي منتخبنا خسر من تونس 2-0 ومن السعودية 2-1 أيضا المنتخب أزبكستان خسر من تونس 1-0 ومن السعودية 2-0 كانت حقيقة مجموعة قوية جدا تمتلك خبرات وعناصر من كافة المنتخبات جيدة منتخبنا الوطني للشباب صحيح للأسف لم يحالفهم الحظ في الاستعداد بالشكل الجيد الذي يليق بهذه البطولة كل ما في الأمر أن لدينا شباب طموحين عندهم عزيمة وإرادة كبيرة جدا لتحقيق نتائج طيبة للشعب الرياضي أو للشارع الرياضي اليمني لكن للأسف كل الأمور لم تساعدهم في تحقيق نتائج طيبة خسرنا المباراة كما تحدثنا واليوم مساء سنخوض مباراة قوية جدا كما قلنا يبحث عن نتيجة طيبة مشرفة منتخبنا الوطني سيدخل بعزيمة تحقيق الفوز بأي طريقة من الطرق أيضا المنتخب أزباكستان ذات الهدف سيخوض المباراة بشراسة كبيرة جدا ولا يمكن على الإطلاق أن يتهاون في التفريط بأي حال من الأحوال بنتيجة المباراة إذن مباراة قوية جدا سيتم اليوم خوض غمارها الساعة الثامنة مساء ومن سيكسب مباراة اليوم منتخب المنتخب اليمني للشباب أم المنتخب أزباكستان للشباب أيضا مشاهدين إذا ما عدنا قليلا للأمور الفنية طبعا سيغيب عن تشكيلة منتخبنا اليوم دنبر الجناح الخطير واللعب المميز في منتخبنا سنفتقده في مباراة اليوم نتيجة إصابته في المباراة الماضية أمام المنتخب السعودي صحته إن شاء الله بإذن الله جيدة اليوم سيجراله الرنين المغناطيسي ونتمنى من الله العليل قدير أن تكون الأمور طيبة بإذن الله عز وجل دنبر من اللاعبين الشباب المميزين الذين تألقوا حقيقة في المباراة أمام السعودية وإذن المباراة أمام تونس فلكن بلا شك لدينا عناصر بديلة هي جيدة أيضا وللأمانة كافة العناصر في منتخبنا عناصر جيدة شباب يمتلكوا مهارات عالية عندهم طموح عندهم عزيمة عندهم أيضا معنويات مرتفعة في المقابل منتخب أزباكستان منتخب حقيقة يملك عناصر شابة مميزة أيضا تدرك جيدا أن المنتخب الأزبكي أو أزباكستان يعني في السنوات الأخيرة أصبح من المنتخبات القوية على مستوى قارات آسيا بكلها وتابعنا طبعا مباراتهم الأخيرة أمام منتخب تونس لعبوا بشراسة جدا خسلوا المباراة بواحد صفر صحيح لكن حتى حينما نتابع الهدف التونسي كان عن طريق الخطأ حينما حاول الظهير الأيسر للمنتخب أزباكستان محمد داقنوف أن يعيد الكرة إلى الخلف واختطفها المهاجم التونسي بذكاء جدا واستطاع أن يستغل الفرصة وحقق منها هدف الوحيد للمنتخب التونسي تابعنا المباراة لقبلها أمام المنتخب السعودي التي خسرها المنتخب أزباكستان أيضا بإثنين كان هناك منتخب أزباكستان منتخب قوي حقيقة متماسك يملك مهارات عالية يملك روح قتالية يملك تميز واحترافية في لعب الكرات القصيرة والطويلة في ذات الوقت يجيد التسديدات عن بعد هناك تستطيعون القول بأن المنتخب أزباكستان منتخب متكامل في المقابل أيضا كما قلنا منتخبنا صحيح لدينا إشكاليات بسيطة في الأمور الدفاع لكن الوسط والهجوم في منتخبنا نستطيع المراهنة عليهم ونستطيع الحديث بأن لدينا عناصر الشابة قادرة على تحقيق انتصارات إذا ما تم الاهتمام بها وتأهيلها وتدريبها وإيضا العمل على معسكرات قادمة وخصوصا أننا مقبلون على بطولة بعد ثمانية أشهر وسأتحدث في هذا الجانب بعد المباراة لكن الذي أتوقع أنا حقيقة في مباراة الليلة أن منتخبنا سيفوز بإذن الله عز وجل بنتيجة واحد صفر وعلى الأبعاد قد ربما تكون النتيجة تعادل لكل الفريقين وأعتقد أنها ستكون تعادل إيجابي إما واحد واحد أو ثلين أو ثلين لأن المباراة لن تنتهي سلبية كلا الفريقين يطمحان بتحقيق نتائج عالية ويملكان عناصر قادرة على التهديف ويملكان عناصر أيضا قادرة على تحقيق نتائج في الميدان فمن سيثبت من سيرفع رأس وعلم بلاده عاليا من سيفرح جماهيره وشارعه الرياضي الثامنة مساء قريبا المباراة ستكون اليوم طبعا مباراة قوية جدا هكذا أنا أتوقعها وستحضر فيها اللمسات الفنية سيحضر فيها التكتيك خطط المدربين سيكون لها دور كبير جدا في مباراة الليلة مدربنا بلا شك يعني عازم بشكل كبير جدا لأن يخرج بنتيجة طيبة من هذه البطولة ولو حتى في مباراة واحدة أتمنى الفوز حقيقة لمنتخبنا الوطني للشباب وبلا شك نأمل ذلك ومنتخبنا لن يخيب آملنا بمشيئة الله تعالى فيما يتعلق بالقادم القادم أمر مهم وغاية في الأهمية بعد هذه البطولة هل منتخبنا سيعود إلى المنزل؟ كل اللاعب سيعود إلى منزلة ويعملوا بنا إلى قبل البطولة القادمة ويقولوا لنا خلاص 17 يوم ولا 15 يوم حضروا وروحوا شاركوا هذا سيكون عيب أسود في وجه اتحاد كرة القدم في وجه وزارة الشباب والرياضة في وجه كل مسؤول في الدولة اليوم هذا المنتخب شاب يملك طموح يملك عزيمة يملك روح يملك عناصر شابة قادرة على تحقيق الكثير من النتائج الطيبة والمشرفة هل سنحافظ على هذا المنتخب؟ هل سنؤهل هذا المنتخب؟ هل سيكون لدينا معسكرات في قادم الشهور ومعسكرات تليق بعناصر وبمنتخب وببلد بحجم اليمن؟ هذا السؤال مطروح على طاولة الأخوة في اتحاد الكرة أرجو أن لا تخيبوا آملنا أرجو أن لا تجعلونا نخرج عن ما وصلنا إليه في الوقت الراهن لابد من الاستعداد لابد من التحضير لابد من تأهيل هؤلاء الشباب لأن يخوضوا غمار البطولة القادمة التي ستقام بعد ثمانية أشهر وهم قادرون على المنافسة قادرون على تحقيق نتائج طيبة بل قادرون على خطف البطاقات للوصول إلى المباراة النهائية وأيضا المنافسة على اللقب أرجو وأتمنى ذلك وإذا لديكم متابعين ومشاهدين أي ملاحظات أي استفسارات أي آراء يشرفني كثيرا نقرأها من خلال التعليقات على هذه المادة أترككم في رعاية اللحظة نلتقيكم ما بعد مباراة الليلة التي سنكون بمشيئة الله تعالى فرحانين ومستبشرين ونعيش لحظات سعادة بفوز منتخبنا الوطني للشباب تحياتي وإلى اللقاء